عشان موضوع العذاب للقبر يعني بكلمة واحدة الموضوع برضو حديث طويل جدا باختصار طبعا هناك من علماء العصر الآن والناس حتى صدمت أن الشيخ المتوريس الشعراوي المفصل الكبير الرجل العارب بالله يعني الرجل صالح كان رحمة الله عليه انتهى في آخر حياته إلا أنه في الشعذاب قابل وكذا مفصلت ونصدم وكذا شعراوي أي شعراوي لما قرأ وجد المسألة طب في أحاديث عشرات الأحاديث صحيحة ماذا القصة هنا باختصار هناك طبعا من يؤمن بالطريق المعروف هناك عذاب وفي نعيم كل القصة هذه يعني يأخذون بها وفي ناس تنكر بالكامل لا أنا من الفريق المتوسط أنا مع كتاب الله كتاب الله دل ولا ما دلش دل دلالة مش قطعية تماما لكن أي أرجحية على أنه الإنسان حين تقبض نفسه نفسه مشروع زي ما قلنا تقبض نفسه ويموت لا ينعدم بالطريقة الفيزائية والفلسفية أنه خلاص دخل طور عدم أبدا يكون له فعلا وجود برزخي وبينه برزخ ويبعثون فعلا وجود برزخي ويكون له فيه نوع إدراك كإدراك النائم يعني النائم يدرك ويرى مرئيات ويشم شمومات ويرى ألوان ويقوم حدثك ويتحدث حتى عن طعوم ذاقة أحيانا يكون إنسان عطشان يشرف المنام يقوم يرتوي شيء غريب يعني إذن فيه وجود هنا للنائم وجود إدراك آخر غير إدراكنا هذا الحي طيب جميل فالقرآن الكريم ذكر هذا قال في القبر الناس لا تعدم كأنها تنام كأن عالم نوم هو طيب النوم النائم ماذا يعتري تعتريه الأحلام والكوابيس والهلاوس والمراء الحسنة يبدو أن المؤمن وعلى الفكر هذا ليس في القبر والله والله في الدنيا كمان والله في الدنيا بذا قضى الله بين الخلق إيموا خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني يعني لا يمكن حدثونا على القذافي بعد ما هلكوا وكذا ها جماعة قال لك كان لا ينام ليلة بطولها مستحيل ينام ساعة ساعة ونصف ويقوم ينقلوني ينقلوا على مخزن آخر تحت الأرض وأشياء ينام ليلة بطولها ينقلوني ليس في الآخر ثورة قابل طيلة حياته وهي أخذ كمية مهدئات فضيع الرجل ما في الشي حكمت فعدلت ما في الكلام هذا تجرم تقتل شعبك تذبح تبقى دائما خايف وليس صحيح طيب إنسان الآن يصلي معنا ويكون متورط مع خمسة ستة فيديو نضحك عليهم من هذا من هذا يصلي يصلي يتلفت لا يفضحوني يكون عجو عند الشيخين يتكلموا عليه بعد الصلاة فضيع فطبيعي لما في المر انقضع من الدنيا وطبعا شاف ملائكة الموت وشاف كذا مش حيناء مرتاحة أبدا حتيجي وهذه من الله تبقى وتعالى مش الدماغ يفرز عنده الله حيبعت له وياها صور من مصيره الغابر المستقبل صحيح صور صور مش عذاب حقيقي كما كنا نظن والمؤمن كذلك ليش طيب الآيات كثيرة تدل على هذه النهاية أشهرها من بعثنا من مرقدنا هذا لماذا عبروا بالرقود إذن هم لما قاموا لم يروا أنهم كانوا معدمين أو موت بالمعنى العدمي وبعدين من أحيانا الآن لا من بعثنا من مرقدنا كيف لماذا عبروا عن هذه الفترة البلزخية بالرقود لأن الكوابيس والأحلام كانت تنتابهم هذا هو فقال لك ما نكوننا نامين هو شيء أشبه بالنوم القرآن الكريم عاد في عشرات الآيات قاطع أن الحساب يوم الحساب قبر ما في حساب حساب قالوا ومش عارف وعلى الغيبة والنميمة وعلى التنزه من بوله أضرب مستحيل حساب ما فيه حساب يبدأ يوم القيامة وتوفية الحساب هنا قصة طويلة لكن هذه ملخص رأيي فيها بعرفها وأي تغفر ما بأ أنا أقول لكم ما بديش عن المحاضرة حي تقول لي النار يعرضون عليها عدوا وعشية والآية جوابها فيها قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عبر بالعرض والعرض هنا هو تعبير دقيق عن المرائي اللي عندنا الإنسان الذي أصلا يعني يعرض له يقول لك عرض له في نومه وسنح له العرض تقول عرض له وسنح له فهذا بالضبط فهم يعرض عليهم وعلى غيرهم ما المشكلة الآن هدف القبر تتوفاهم عند الوفاة طبعا طبعا خروج النفس هذا هذا ملاحق نحن كان لنا جار يقتل القطط البساس كان جار جارنا يوميا نخرج نتألم كل الحارة تتألم من هذا الرجل الجبار المجرم هذا سبحان الله نلاقيه في الحارة قط قطين ثلاثة يقتل يقتل القطط لما نزع لما جاء الملائكة ليس يضربونه وكذا مكث ليالي عديدة يسمع شخيره ونزعه في الشارع صوت مخيف الله العظيم عذب عذاب الرجل قبل أن يموت طبعا وشوفنا ناس صالحين أنا رأيت سيدة كبيرة كانت تصوب سبحان الله ربع السنة ولا تأكل إلا من حر مالها نزيها عفيفة ودائما متعبدة وسبحتها في يدها شيء عجيب وكنت جالسا حين احتضرت وليو قال احتضرت طبعا الملائكة احتضر والميت يحتضر أي يحضر انتبهوا فحين احتضرت رحمة الله عليها ونكنت طفل عمر 11 سنة في الخامس الابتدائي ونتكلم فجلست هكذا وجوها أشرق سبحان الله أصبح كأصفار جميل وحدوا الله لا إله إلا الله كانت مريضة صلوا على رسول الله اللهم صلى وحدوا الله ففرحة رجل كبير قال الحمد لله كذا فالأخ قال له لا قال هذه يقضى الموت قال لا ما شاء الله عليها طيب قال وحدوا الله لا إله إلا الله وبعدين عادت هكذا ورفحت أصبعها أشهد أن لا إله إلا الله أمامي وأشهد أن محمد عبده رسوله فقر قاش على بدن الان كون ما تذكر هذا الشي ميتة من أجمل ثم انفرد وجهها الناس تعجبت من الجمال الذي علىها أصبح وجهها كذا انفرد واصبح أصفر على نور لا إله إلا الله ومثل هذه كثيرة حدثني رجل عن أخي قال لي أخي كان رجل من الصالحين ومات مسموما ومات قال لي بالسم قال والله قال لي يا ابني كنت في صغير قال لي يا ابني ندخل عليه عانم للسم أياما في اليوم أو في الساعة التي حتضر فيها يصرخ فينا انتبهوا ماذا يا فلان يقول انتبهوا لا تمشوا من هنا لا تؤذوهم قال لي فعلمنا أنه في محضر ملائكة قال فنخرج فنسمعه يسلم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسلم وعليكم السلام يسلمون ملائكة ثم احتضر في نفس اليوم ومات طبعا فمثل ما المؤمن يعامل بهذا الإكرام ولذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتلقاه الملائكة آه شفت هذا هو في بشرة بشرة عند الموت بإذن الله والكافر وضرب أيضا وتخرج روحهم فعلا خروجا نفسه خروجا من أبشأ ما يكون هذا يخرجهم ارتاح ومجل ومبسوط إذا تقول لي لا بس في كفار شفناهم أو سمعنا عنهم كذا وموت نفس لم يتتحدث